بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم في يوم جديد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات النهاردة إن شاء الله نشتغل مع بعض إحصاء للصف الثالث الإعدادي أول حاجة عندنا في الإحصاء الإحصاء بتتكلم على إيه الجزء الأول جزء النظري بتاعنا هو مصادر جمع البيانات دلوقتي أنا عندي قال لي فين وعين من المصادر فيه مصدر أولي وفيه مصدر سانوي يعني إيه مصدر أولي؟ قال لي المصدر الأولي هو الذي يقوم به الباحث بنفسه يعني مثلا لما أقولك المؤابلة الشخصية فيه النهاردة مؤابلة شخصية يبقى الباحث بنفسه هو الذي هيعمل مؤابلة شخصية يبقى ده مصدر أولي لكن المصدر السانوي هو الذي يأخذه الباحث بطريق غير مباشر زي إيه؟ يقولك مثلا زي نشرات فيه نشرات الجهاز المركزي عدا فيه نشرات بتقول كذا يبقى ده اسمه مصدر سانوي اي حاجة تاخدها بطريق غير مباشر يبقى اسمها مصدر سانوي من انترنت من تلفزيون من نشرات من سجلات سجلات الغياب وهكذا كل دي مصادر سانوي يبقى اول حاجة عندي اهو هقوله مصادر جمع البيانات فيه عندي على الشاشة هوت مصدر اولي ومصدر سانوي المصدر الاولي هو الذي يكون به الباحث بنفسه المصدر السانوي طبعا زي ما قلنا هو اللي بيقبل باحث بطريق غير مباشر زي سجلات نشرات وهكذا ده كان بالنسبة لمصادر جمع البيانات تاني حاجة عندنا هو اسلوب جمع البيانات ايه موضوع اسلوب جمع البيانات اللي فيه عندي نوعين من الاسلوب فيه اسلوب حصر شامل وفيه اسلوب عينات يعني ايه اسلوب حصر شامل؟ قال لي حصر شامل اي حاجة تخص العدد لازم اعمل حصر شامل دلوقتي ما دخلت الفصل وعايز ااخد الغياب بتاعي عايز اعرف كم واحد حاضر كم واحد غيب هاعمل ايه؟ قال لي اكيد هاعمل عينا يبقى ده اكيد هاعمل حصر شامل طبعا ده ايه؟ ده اعداد يبقى اي حاجة فيها اعداد هنعمل موضوع حصر شامل هعد الفصل بالزبط واشوف فيه كم واحد حاضر وكم واحد غاية اذا نحن نعرف نسبة الغياب قد ايه؟ هنعمل حصر ايه شامل يبقى الحصر الشامل لأي حاجة تخص العدد دلوقتي انا عايز اعرف عدد مثلا سكان مصر التأجد السكان فيه كم واحد كم نسمة قال لي طبعا هنعمل حصر ايه؟ شامل وهكذا لكن التاني النوع التاني هو العينات قال لي العينات مش اي حاجة تنفع عينة مش اي حاجة تنفع حصر شامل يعني مثلا لما اجا اقول لك عايزين نفحص دم مريض ينفع اخد دم كله يموت ولا اخد منه عينة قال لي بناخد عينة يبقى فحص دم مريض ده عينة طب دلوقتي مثلا انا فيه عندي مايه عايز اعرف هي ملحة ولا عزبة اشربها كلها ولا اخد منها عينة قال لي اخد منها عينة عايز افحص مثلا انتاج مصنع برضو عينة وهكذا يبقى اي حاجة هنا تخص العدد تبقى حصر شامل عشان نعرف نسبة الغياب يبقى حصر شامل لكن في حاجة تانية زي فحص دم مريض ده اسلوب ايه عينة مستر هي ايه العينة العينة هي جزء صغير من مجتمع كبير يشبه المجتمع ويمثله يعني مثلا بالوقتي انا عايز اعرف انتاج المصنع ده كويس ولا وحش فانا هاخد من الانتاج ده جزء صغير مثلا مصنع بيمتج مثلا لوند مثلا لمبوت يبقى هناخد كم لمبة ونجربهم يبقى احنا خدناهم دولت هيمثلوا المصنع كله لو هم كويسين يبقى الانتاج كويس كله لا ده فيهم حاجات معيبة مش قدي كده يبقى المصنع مش قدي كده اذا عندنا العينة تعرفها هي جزء صغير من مجتمع كبير يشبه المجتمع ويمثله انواع العينات ايه تعالوا كده نشوف مع بعض زي ما عرفنا قال لي في عينة طبعا في بعض العينات حاجة اسمها عينة عشوائية بسيطة وفي عينة طبقية ايه العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية العينة العشوائية البسيطة لما يكون عند المجتمع كله متجانس يعني كله زي بعض فيش اختلافات مجتمع متجانس يعني مثلا عندي مصنع بيونتج مثلا تلفزيونات كلها عشرين بوصة يبقى لما اخد منها عينة دي اسمها عينة عشوائية بسيطة لكن لو عندي مصنع بينتج مثلا تلفزيونات 20 بوصة 30 بوصة 40 بوصة ده كده ما فيش تجاند ده كده فيه اختلافات في 20 في 30 في 40 مش متجانسة لما اخد عينة هيبقى اسمها عينة طبقية لانك قسمت المجتمع بتاعك او المصنع الى 3 طبقات 20 بوصة 30 بوصة 40 بوصة فلما تاخد عينة من هنا ومن هنا تبقى اسمها عينة طبقية تمام يلا مع بعض كده كده عرفنا يعني ايه العينة البسيطة والعينة الطبقية وعرفنا يعني ايه مفهوم العينة زي ما قلنا هي جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع وتمثله كيفية اختيار العينة انواع العينات عن طريق كيفية اختيارها اللي بص معي اول نوع عندنا الاختيار المتحيز او العينة الغير عشوائية او بيسموها عمادية ايه موضوع بقى الاختيار المتحيز ده تعال معايا كده دلوقتي انا عندي المدرسة كلها جيت شرحت مثلا درس الميل لبعض الفصول مش كلها شرحت الميل لبعض الفصول مش كل الفصول وعايز اعرف مدى استعاب المدرسة كلها مدى استعابها ايه لدرس الميل ده لما اجي اخد عينة اخد عينة من كل المدرسة ولا من الفصول اللي انا ادتهم الدرس قال لي من الفصول دي بس يبقى انت كده تعمد انك هتاخد فصول معينة مش كل المدرسة يبقى ده اسمه اختيار متحيز ده معنى كلمة اختيار متحيز تاني حاجة عندنا قال لي الاختيار العشوائي او العينة العشوائية طبعا قلنا فيه عينة عشوائية بسيطة ده لما يكون المجتمع متجانس كلهم نفس النوع كلهم عشرين بوصة وهكذا طيب بعد كده عندي طبعا قلنا فيه عينة عشوائية طبقية عرفناها للمجتمعات الغير متجانسة قلناها قبل كده خلاص ننتقل اللي بعده العينة العشوائية البسيطة ازاي اخد عينة عشوائية بسيطة قال لي اذا كان حجم المجتمع صغير هنعمل ايه لو عندي حجم المجتمع صغير هندي كل واحد مثلا رقم واختار مثلا اقول مثلا عايز رقم 9 ورقم 6 رقم 3 رقم كذا اختار منهم العينة ده لما يكون صغير طب اذا كان بقى المجتمع كبير قال لي ممكن نختار العينة بس عن طريق الالة الايه الحزبة ازاي هنشوف مع بعض دلوقتي يلا كده معايا قال لي الطريقة التانية اذا كان حجم المجتمع ايه كبير وخلي بالك العينة العشوائية الطبقية ليها عند قانون بيقول لي ايه طبعا دي استخدم في حالة المجتمعات الاحصائية الغير ايه متجنسة القانون بيقول عدد مفردات الطبقة في العينة بيساوي عدد مفردات الطبقة الكلي على عدد مفردات المجتمع الكلي ادي مثال اهو على نظام الالة الحزبة طبعا في عدد ايه مفردات العينة يبقى عشان نجيب عدد مفردات الطبقة في العينة عبارة عن عدد مفردات الطبقة الكلي على عدد مفردات المجتمع الكلي في عدد مفردات العينة ده القانون بتاع العينة الطبقية طب مثال كده على استخدام الالة الحزبة بسرعة ناخده مع بعض وناخد حتة على الطبقية عشان نخش على الجداول بيقول لي ايه المثال بيقول يلا مع بعض كده مثال مصنع مصنع به 300 عامل ويريد المسؤولون عند اعداد المجلة الشهرية الخاصة بهذا المصنع انهم يطوروا هذه المجلة في دوق اراء العاملين من خلال انهم يعملوا استبيان بس استبيان ده مش على كله بيقول لي تم اعداده لهذا الغرض يعطى هذا الاستبيان لعينة عشوائية قدي ايه 10% بس مش اخد كله هناخد 10% من الثلتمية من اجمال عدل عاملين بهذا المصنع وضح كيف يتم اختيار هذه العينة باستخدام الالة الحزبة اول حاجة هقول له اولا نجيب العينة هي كم واحد قال لي انت قلتلي المصنع كله فيه 300 العشرة في المية بقى كام هقول له عصرة عالمية فيه 300 يدينا 30 عامل يبقى انا كده هعمل استبيان ل30 عامل اختارهم ازاي بقى التلاتين انا هدي كل واحد رقم صحي كده هدي كل واحد رقم ونمسك الى حزبة هتمسك قلتك الحزبة تفتحها الاول قن بعد كده هدوس على شفت ران تحت خالص فيه كلمة ران عليها رمز الشباك شفت ران يساوي كل مرة هيدديك ارقام مختلفة زي ايه تعالى كده نشوف مع بعض قال لي بص اهو يا سيدي احنا عايزين نختار 30 عامل بالضبط نعمل لهم استبيان همسك الالة الحزبة بتاعتي شفت ران شباك طبعا اهو يساوي اول حاجة انا دست على الحزبة دست يساوي اداني 49 من الف خلاص يبقى انا هختار الشخص رقم 49 من الموجودين تمام انا عايز كم واحد قلنا عايزين 30 واحد من 300 كله خلاص هختار رقم 49 يجيلي انا برقم من واحد لغاية 300 بس اخر 300 تاني واحد طلع 132 من الف نسكت الالة قلت يساوي تاني كل مرة قولي يساوي يساوي وهكذا ظهر لي 132 من الف على الآلة يبقى رقم الشخص هو مية كام 32 من 26 اللي بعده ظهر لي 12 من 100 لا لازم اخليها من الف هنحط صفر هتبقى 120 يبقى الشخص رقم 120 طبعا اللي فوق 132 تمام اللي بعده ظهر لي 435 قوله ما ينفعش انا اخلي 300 فوق كده هستبعده هختار غيره وهكذا طب تعال نتكلم بقى على العينة الطبقية العينة الطبقية ازاي نختارها او نجيبها ازاي نشوف مثلا مع بعض مثال دلوقتي انا عندي مصنع المصنع ده في 200 تلفزيون من النوع الف و200 و300 و300 من النوع به و500 من النوع جيم خدنا عينة عشوائية مكونة من 50 تلفزيون احسب عدد مفردات الطبقة في العينة انت خدت كم واحد اللي 50 طب الخمسين دي خدتهم منين اللي خدنا شوية من نوع الف خدنا شوية من نوع به وخدنا حبة من نوع جيم انا عايز اعرف بقى انت خدت كم من الف وكم من به وكم من جيم عشان كلهم يطلعوا 50 قال لي القانون اللي فات اول حاجة نجيب مين نجيب عدد كل اللي موجود في المصنع هنجمع 200 زائد 300 زائد 500 يطلعوا 1000 القانون بيقول عدد مفردات الطبقة الف في العينة بتسوي ايه قال لي الف كلها اهو يا سيدي الف كلها على المجموع الكل في مين في العينة اللي انت خدتها هي الف كلها كام قال لي 200 والمجموع الكل كام قال لي 1000 في كام في 50 يبقى يطلع عشرة يبقى انت خدت عشرة من النوع 1000 طب عايزين بقى الطبقة به هقول لي يبقى عدد مفردات طبقة مين به في العينة هقول له بتساوي به كلها قال لي 300 على الكل 1000 في 50 يطلع 15 اخر حاجة عايزين نعرف جيم قال لي ما انت قلت 50 دول كده 25 يبقى الباقي 25 او احط القانون هقول عدد مفردات طبقة مين جيم في العينة هيبقى 500 على ال 1000 في 50 يطلع 25 تلفزيون ده كده المثال على العينة الطبقية عايزين بقى ننتقل مع بعض الى الجزء الثاني ألا وهو التشتت يعني ايه يعني ايه كلمة التشتت قال لي التشتت انت دلوقتي عندك قيم عايز اعرف هل القيم دي متجنسة متقربة متبعدة عن بعض اللي بيقسلك الكلام ده كله حاجة اسمها التشتت كل ما كان الفرق بينهم كبير يبقى دي اقصر تشتتا كل ما كان الفرق صغير يبقى دي اقل ايه تشتتا يبقى يعني ايه تشتت قال لي التشتت هو الذي يقيس مدى تباعد وتقارب القيم عن بعض طب ايه ما قيسه اللي يقسلي الكلام ده قال لي فيه اتنين فيه مدى وفيه انحراف معياري مدى وانحراف معياري المدى احنا اخدناه قبل كده هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة ده المدى الفرق بين اكبر قيمة واصغر ايه واصغر قيمة يعني مثلا اهو عندي كده مثلا ناخد مثال طبعا قلنا المدى هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة يقول لي مثلا المدى للقيم اتنين وسبعة وخمسة واربعة وثمانية المدى يساوي ايه قال لي اكبر حاجة كام قال لي تمانية واصغر حاجة مين اللي اتنين فأقول 8 ناقص 2 يدينا 6 يبقى المدى هيساوي 6 ده المدى خلي بالك ده أبسط وأسهل طرق قياس التشتت تيجي في الامتحان في إختر يقول لي أبسط وأسهل طرق قياس مين التشتت هقول له هو المدى تاني حاجة عندنا هو الانحراف المعيال بيسمون سجمة اسمه إيه؟ سجمة له العلامة دي ده علامة السجمة لما تكلم على قيم يبقى فيه قانون القانون بيقول إيه؟ سجمة بتساوي جزر مج لها مجموعة مجموعة نفتح قوس سين ناقص سين بار سين بار دي هي الوسط الحسابي اللي هي شرطة من فوق دي اسمها سين بار يبقى سين ناقص سين بار لكل تربيع على نون حيث نون دي عدد القيم عدد مين القيم يبقى سجمة لما تكون بتكلم على قيم هقول جزر مجموعة سين ناقص سين بار لكل تربيع على نون ده لما تكلم على قيم وما لما تكلم على توزيع تكراري قال لي نفس القانون بس في حاجة اسمها كاف لو هتكلم على توزيع تكراري هقول لي بقى سجمة بتساوي جزر مجموعة نفتح قوص سين ناقسين بارل كل تربيع في كاف على مجموعة الكاف خلي بالك من تعريف لانحراف المعيال انت كده عملتلي جزر صح يبقى هو الجزر المجب لمين؟ لمربع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي اذا لما يجيلي في اختر يقول لي كده الجزر التربيع الموجب لمربع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى ايه؟ هقول له انحراف معيالي يلا مع بعض نكمل نكمل مع بعض لو كان التوزيع التكراري يبقى سجمة بتساوي جزر مجموعة سين ناقسين بارل كل تربيع في كاف على مجموعة الكاف طبعا سين بار اللي هي الوسط الحسابي بتساوي مجموعة القيم على عددهم تمام ملاحظة بيقول لي اذا كان المدى بصفر او السجمة بصفر فان المفردات هتكون متساوية او متجنسة تجانس تام والعكس صحيح تم تاخد كده مع بعض مثال على اول قانون مثال بيقول لي ايه؟ طبعا ده تعريف اللي ايه؟ الانحراف ان الجزر التربيع الموجب لمربع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي تسمى انحراف ايه؟ معيالي طب مثال بيقول لي هنا اذا كان مجموعة سين ناقس سين بار لكل تربيع ب36 لمجموعة من القيم عددها يساوي 9 اوجد سجمة هقول له نحط القانون هي سجمة بتساوي ايه؟ هقول له سجمة بتساوي جزر مجموعة سين ناقس سين بار لكل تربيع على نور انت قلت لي سين ناقس سين بار مع بعضها المجموعة بتاع حكام الكل تربيع اللي 36 وهم كم واحد تسعة يبقى هاقس من 36 على التسعة يبقى اربعة جوه الجزر جزر الاربعة يطلع كام؟ اتنين تمام ده كده لما يجيلي في اكمل او في اختر امال كمسألة هيجيب لي كده كمسألة هيجيب المنظر ده يقول لي احسب لانحراف المعياري للقيم مدين القيم اللي عندي ستة وسبعة وخمسة تمانية وتسعة عايز مين؟ قال لي عايز لانحراف المعياري لما تكون قيم اول حاجة هنجيب سيم بار اللي هو الوسط الحسابي هقول له مجموع القيم على عددهم ستة زائد سبعة زائد خمسة زائد تمانية زائد تسعة هما كم واحد قال لي هما خمس قيم يبقى على الخمسة دول كده هيبقوا خمسة وتلاتين على الخمسة يدينا سبعة كده جبنا السيم بار قال لي ابدأ اعمل جدول مكون من أربع خانات هكتب أول خانة سيم اهو سيم ثم سيم بار ثم سيم ناقس سيم بار ثم سيم ناقس سيم بار لكل تربية ايه السيم دي يا مستر السيم هي القيم بتاعتك ستة تحتها خمسة تحتها سبعة الاول بعد كده خمسة تمانية تسعة السيم بار هي سبعة سبعة وهكذا الترتيب مش مهم على فكرة يعني ستة خمسة سبعة ما تفرقش معا الترتيب مش مهم في سيم هبدأ أجيب الخانة اللي بعدها اللي هي سيم ناقس سيم بار هطرح ستة ناقس سبعة يبقى سالب واحد سبعة ناقس سبعة يبقى سفر خمسة ناقس سبعة يبقى سالب اثنين تمانية ناقس سبعة واحد تسعة ناقس سبعة يديني اثنين آخر خانة هنربع هجيب مربع سيم ناقس سيم بار هربعها سالب واحد مربع واحد السفر مربع صفر السالب اثنين مربع اربعة الواحد مربعة واحد الاتنين مربعة اربعة هجيب مجموعة الخانة الاخيرة هيتطلع كام واحد واربعة خمسة وخمسة تحت وكام عشرة المجموعة تلعب عشرة هحط القانون هقول له سجمة بتساوي ايه جزر الخانة الاخيرة مجموعة سين نقسين بارل كل تربيع على نون يبقى جزر عشرة على هم كام واحد قلنا خمس قال لي جزر عشرة على الخمسة يعني جزر الاتنين يساوي تقريبا واحد واربعة من عشرة او واحد واحد واربعين من ميل ده لما تكلم على قيم تعال بقى لما تكلم على توزيع تكراري توزيع تكراري في منه معين في جدول مجموعات لما يكتب لك كده مثلا أربعة وجنبها شرط دي المجموعة أربعة وفيه لما يقولي أربعة من غير حاجة في ده وفي ده تعال كده الأول نشوف مثال على جدول المجموعات التوزيع التكراري المثال بيقول لي ايه؟ المثال بيقول كالقاتي بيقول لي احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لهذا التوزيع التكراري المجموعة 0 تكرارها 3 المجموعة 4 تكرارها 4 التمانية تكرارها 7 وهكذا اول حاجة هنعمل جدول للسيم بار انا هعمل اتنين مع بعض مرة واحدة لكن ممكن نعمل كل واحد من فاصل لوحدة هنجيب الاول سيم بار كالقاتي اهو هكتب المجموعات زي ما هي 0 تحتيها 4 8 12 بعد كده من 16 ل 20 لازم نجيب مركز المجموعة هو ده السيم بتاعتي مركز المجموعة خدناه قبل كده سنة اللي فاتت كان بيساوي ايه؟ الحد الادنى زائد الحد الاعلى على اتنين يعني ما قولك فين مركز السفر مركز المجموعة سفر يبقى نجمع سفر زائد اللي بعدها اربعة سفر زائد اربعة يدينا اربعة على اتنين فيها الاتنين اللي بعد كده مركز الاربعة هقولي اربعة زائد تمانية اتناشر على اتنين فيها الستة ممكن ما تكملش طالما انت كل مرة في المجموعات بتزود اربعة ممكن نزود اربعة هيبقى اتنين واربعة يبقى ستة ستة واربعة عشرة عشرة واربعة عربعتاشر زائد اربعة يدينا تمنتاشر وهكذا او كملها للاخر ستتاشر زائد عشرين هيبقى اتنين وثلاثين صحي كده على اتنين ستتاشر وعشرين ستة وثلاثين على اتنين ادينا تمنتاشر وهكذا هتحط الكاف زي ما هي الكاف تلاتة واربعة وسبعة واثنين وتسعة مجموحة خمسة وعشرين عشان نجيب سين بار ليراست الحسابي هجيب مجموع السين في كاف على مجموع الكاف يبقى لازم اضرب السين في الكاف هضرب السين اللي هو مركز المجموعة في التكرار اللي هو كاف هقول اتنين في تلاتة بستة ستة فاربعة باربعة وعشرين عشرة في سبعة بسبعين اربعتاشر في اتنين بتمانية وعشرين تمنتاشر في تسعة بمية اتنين وستين هجيب مجموع السين في كاف هيطلع 290 جبت المجموع قال لي خلاص بقى الاتنين دول يجيبوا سين بار سين بار عبارة عن ايه مجموع السين في كاف على مجموع الكاف يبقى هاقس من 290 على 25 دي كده السين بار اهي يا سيدي سين بار بتساوي مجموع سين في كاف على مجموع الكاف يبقى هتساوي 290 على 25 هيطلع 11.6 من 10 كده انا جبت مين جبت السين بار طب بعد كده هكمل الجدوى البتاعة هجيب سين ناقس سين بار الاول يعني ايه قال لي السين اللي هي المركز هنقص صحي كده هطرح مين السين بار معي يعني اقول 2 ناقس 11.6 من 10 هيدينا سالب 9.6 من 10 بعد كده هقول 6 ناقس 11.6 من 10 هيدينا سالب 5.6 من 10 بعد كده ننتقل للعشر 10 ناقس 11 و 6 من 10 يدينا سالب 1 و 6 من 10 14 ناقس 11 و 6 من 10 يدينا 2 و 4 من 10 اخر حاجة 18 ناقس 11 و 6 من 10 يدينا 6 و 4 من 10 كده جبت سين ناقس سين بار الخانة اللي بعدها هربع هجيب سين ناقس سين بار بس الكل ايه تربيع هنربع كل واحد من دول على الآلة 9 و 6 من 10 الكل تربيع هيطلع 92 و 16 من 100 5 و 6 من 10 تربيعها 31 و 36 من 100 وهكذا للآخر بعد كده هضرب كل دي في مين في الكاف هضرب 3 في 92 و 16 من 100 هضرب ده في كاف اللي هو التكرار بتاع كل حاجة مع مين مع تكرارها يبقى 3 في 92 و 16 من 100 يطلع 276 و 48 من 100 بعد كده هضرب الله في 31 و 36 من 100 هيطلع 125 و 44 من 100 وهكذا للآخر هلاقي مجموع سين ناقس سين بار لكل تربيع في كاف هيساوي 800 كده جبنا المجموع ابدأ اجيب السجمة قلنا السجمة اللي هو الحراف المعيالي لما يكون توزيع تكراري بيساوي ايه اللي جزر مجموعة سين ناقس سين بار لكل تربيع في كاف على مجموع الكاف يبقى هيساوي جزر 800 على 25 اهي مع بعض كده جزر 800 على 25 طبعا هيساوي تقريبا 65 من 100 تعالنا ننتقل الى اخر حاجة عندي كده يبقى احنا خلصنا الاحصى كلها اخر مثال عندي كده سريع بيقول لي الجدول التالي يوضح عدد الاطفال في احدى المين هنا ما جابش شرطة ما جابش مجموعات جاب السفر بس السفر تكراره 8 الواحد 16 الاثنين خمسين الاثنين الاثنين الاربعة ستة وهكذا قد الجدول البتاع اهو ده جدولنا طبعا هنجيب سين وكاف وهضرب سين في كاف السين موجودة زي ما هي مش هجيب مركز هو نفس الفات بالزبط هجيب السين والكاف واضرب سين في كاف هيبقى 08 واحد في 16 اثنين في 50 وهكذا هجيب مجموع سين في كاف بـ 200 ومجموع الكاف بـ 100 هقوله يبقى سين بار الوسط الحساب عبارة عن مجموع سين في كاف على مجموع كاف 200 على المية يدينا 2 بعدها ممكن نعملها في خطوة واحدة نطرح سين ناقص سين بار وربع في كاف يعني هقوله 0 ناقص 2 بسالب 2 مربعة 4 هضرب 4 في 8 يطلع 2 و30 خطوة واحدة وهكذا للآخر هقوله 1 ناقص 2 بسالب 1 مربع 1 يدري في كاف 16 هيدين 16 في الآخر نجيب مجموع سين ناقص سين بار كل تربيع في كاف هيطلع 92 هقوله إذن يبقى سجمة بتساوي جزر طبعا 2 وكام 90 على مجموع الكاف اللي هو 100 يبقى معكم أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته